حذر كارل سكاو النائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من أنه يعتقد أن كارثة في مجال المياه والصرف الصحي تحدث في جنوب غزة مع استمرار العدوان وشح المساعدات أشار سكاو إلى أن الشاحنات التي تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي عالقة في انتظار التحرك عبر المعابر الحدودية في غزة لأفتا إلى أن هذه الشاحنات تعلق عند نقاط تفتيش مختلفة ما بين خمس وثماني ساعة مصدر قلقنا الرئيسي هو ما يحدث في الجنوب مع مئات الألاف وما يصل إلى مليون شخص نزحوا من رفح الفلسطينية وهم عالقون الآن في مساحة ضيقة للغاية بين رفح الفلسطينية أو خان يونس وعلى الشاطئ في دير البلح إن لدينا هنا بالفعل كارثة حماية وكارثة مياه وصرف صحي وكما تعلمون يخيم الناس في الشوارع وعلى الشاطئ لكن كنا نسير عبر أنهار من مياه الصرف الصحي إنه وضع رهيب ومريع ترجمة نانسي قنقر